هذا موضوع جديد موضوع الفترات الصف الرابع العلمي الفترات هو تمثيل الأعداد الطبيعية على خط الأعداد يوجد من الفترات ثلاث أنواع الفترات المغلقة والفترات المفتوحة والفترات النصف مفتوحة أو النصف مغلقة فمثلا إذا كان عندي مجموعة أعداد أو أرقام مكتوبة بهذا الشكل هذا الشكل أو هذا الرمز المضلع يعني بأنه هذا العنصر الأول أي من ضمن المجموعة من ضمن العناصر يعني يبدي من الأي وينتهي بي يعني ذا بالأعداد بالأرقام راح نكتبه ثنيا مثلا ثلاث معناها هاي المجموعة مجموعة الأعداد هذه من ضمنها الرقم ثنيا ومن ضمنها الرقم ثلاث يعني سالة المجموعة تحتوى على العنصرين ثنيا وثلاث يعني تبدي من ثنيا وتنتهي بثلاث هذا رمزها اللي هو المضلع نسبيها هذه فترة مغلقة فترة مغلقة يكون تمثيل هذه الفترة المغلقة على خط الأعداد بهذا الشكل بهذا الشكل نعين العنصر الأول الأي العنصر الأخير بي ويكون هذا الرمز قلنا اللي هو بمعنى ينتمي هسه هذا يعني العنصر أية من الفترة يكون بهذا الشكل دائرة مضللة معناها هذا العنصر أي من ضمن الفترة وهنا البي أيضا مغلق فمضللة معناها هسه الفترة من أي إلى بي من ضمنها من ضمنها العنصر أي والعنصر بي من ضمنها العنصرين أي وبي نسميها هذه فترة مغلقة لأنها تكون تحتوي العنصر الأول اللي تبدي بالفترة وتحتوي العنصر الثاني لكن الفترة الأخرى هسا نكتبها اللي هي نكتبها الشكل أي وبي يكون القوس على شكل هلال هنا القوس مضلع هذا القوس مضلع معناها الأي تنتمي إلى الفترة القوس هنا على شكل هلال هذا معناها العنصر الأول أي لا ينتمي للفترة والعنصر بي أيضا هنا هلال لا ينتمي للفترة معناها هذا العنصر لا ينتمي للفترة يعني مثلا إذا عندي من الثنيا إلى سبعة معناها العناصر الثنيا والسبعة لا تنتمي إلى الفترة معناها تبدأ الفترة من الثلاث يعني هذه الفترة بيها ثلاثة أربعة خمسة ستة يعني لا ثنيا ولا سبعة نتمئلها هذه نسميها فترة مفتوحة فترة مفتوحة تمثيلها يكون على خط الأعداد في هذا الشكل نكتب العنصر الأول A ونكتب العنصر الأخير B هذين العنصرين الأي هنا القوس على شكل هلال إذن الأي لا ينتمي فبالرسم نثلها لا ينتمي دائرة مفتوحة دائرة غير مضللة دائرة مفتوحة معناها سالعنصر أي لا ينتمي للفترة وهنا أيضا العنصر B لا ينتمي للفترة هذا القوس هلال مقابلة بالرسم بالمخطط فجوة أو دائرة غير مضللة وتكون هذه العناصر بين الأي والB هي التي تنتمي إلى الفترة هذا سميها فترة مفتوحة فترة مفتوحة بعد عنده فترة تكون بين المفتوحة والمغلقة سميها فترة نصف مفتوحة وبنفس الوقت نقدر نسميها نصف مغلقة هي نفس الفترة سميها نصف مفتوحة أو نصف مغلقة يكون عنصر البداية ينتمي إلى الفترة لكن عنصر الأخير أنصر نهاية الفترة لا ينتمي للفترة يعني هناك القوس مضلع معناها الأي تنتمي للفترة هناك القوس هلال معناها البي لا تنتمي إلى الفترة أو ممكن يكون فيها الشكل هذا أي هو اللي لا ينتمي العنصر الأول لا ينتمي بينما العنصر الأخير ينتمي إلى الفترة العنصر الأخير ينتمي إلى الفترة التخطيطة أو التمثيلها على خط الأعداد يكون إذا نريد المثل هسه هذه هذا العنصر أي هذا العنصر بي الأين فترة مغلقة للمضلع يعني هذه الجهة مغلقة فنسويها دائرة مضللة بينما هنا قوس مثل هلال إذن هذه دائرة مفتوحة معناها هسه هذه نسميها نصف مفتوحة أو هتقدرها نسميها نصف مغلقة إذا أريد أمثل هذه الثانية فالأي هو اللي أما القوس هلال إذن هو الأي اللي يكون لا ينتمي أو مفتوحة بينما البي مغلقة من جهة بي هنا القوس مضلع فنسميها نصف مفتوحة أو أيضا نسميها نصف مغلقة هنا إذن عندي ثلاث أنواع من الفترات الفترة الأولى نسميها الفترة مغلقة يكون رمزها هذا القوس المضلع هذا رمز قوس المضلع معناها الأي تنتمي إلى الفترة والبي أيضا تنتمي إلى الفترة ويكون تمثيلها بخط الأعداد بدائرة مضللة هذا دائرة مضللة معناها سهيد دائرة مضللة معناها أي تنتمي إلى الفترة وهنا بي تنتمي إلى الفترة النوع الثاني اللي هو الفترة المفتوحة الفترة المفتوحة يكون بها رمز القاوس على شكل هلال الهلال معناها لا ينتمي يعني سهناني عند العنصر أي لا ينتمي إلى الفترة العنصر B لا ينتمي إلى الفترة وتمثيلها بخط الأعداد يكون بدائرة مفتوحة دائرة غير مضللة من جهة أي ومن جهة B هذا الغير مضللة معناها أنه هذا العنصر أي لا ينتمي للفترة العنصر B أيضا لا ينتمي إلى الفترة النوع الثالث اللي هو الفترة تكون نصف مفتوحة وبنفس الوقت هي اسمها نصف مغلقة نصف مفتوحة أو نصف مغلقة اللي هي تكون من جهة مغلقة ومن جهة الأخرى مفتوحة شوارع عشق المضلع يعني هسناني لأي ينتمي للفترة لكن البي لا ينتمي للفترة أو بالعكس يكون العنصر الأول هو لا ينتمي للفترة والعنصر الأخير هو اللي ينتمي للفترة هذا القوس هلال يعني لا ينتمي هذا القوس مضلع لا ينتمي تمثيلها بخط الأعداد يكون الجهة المضللة أو الجهة المضلع اللي هو ينتمي نسويه مضللة بينما الجهة الثانية اللي هي بها قوس عشق الهلال اللي هو لا ينتمي يكون دائرة مفتوحة عن معناها أنه البي لا ينتمي هذا تمثيل القوس الآخر اللي هو بي الأي لا ينتمي نسويها مفتوحة والبي ينتمي نسويها مضللة هاي أنواع الفترات وأكو فترات أخرى أكو فترات أخرى تكون غير منتهية يعني هاي هذه الأنواع التلاثة اللي هي الفترة المغلقة والفترة المفتوحة والفترة النصف مفتوحة يكون الفترات إلها بداية وإلها أنصر أخير نهاية لكن بعض الفترات تكون فترات ما إلى النهاية يعني مثلا عندك حيث الأيكس أكبر أو يساوي A هذه الفترة إلها نقطة البداية اللي هي A ويستمر إلى ما لا نهاية يعني التمثيل هيكون بهذه الشكلة إلها نقطة البداية اللي هي A وتستمر إلى نهاية بيعتبر هو أكبر أكبر دائما يكون على اليمين والأصغر على اليسار فهو الأيكس أكبر من A فننتجه لليمين إلى نهاية السهم ويساوي معناه هذه مضللة هذا بمعنى اليساوي إذن أكس أكبر أو يساوي هذا تنكتب هالشكل هذا ما تنكتب على شكل فترة بيها بداية أو نهاية لأن هذه الفترات إلها بداية وإلها نهاية لكن هاي الفترات الغير منتهية تنكتب هالشكل هذا أكس حيث الأيكس أكبر أو يساوي A أو أكس حيث الأيكس أكبر من A أكبر فقط بدون اليساوي يعني هاي يكون تمثيلها بالشكل هذا هذا العنصر A هنا أكس أكبر من A فنتجه لليمين هنا دائما تابتها هذا الشرع أنه الأكبر إلى اليمين والأصغر العداد الأصغر إلى اليسار ما بها يساوي إذن هذه مفتوحة معناها هذه الأي لا تنتمي إلى الفترة هنا الأي من ضمن الأعداد تنتمي إلى الفترة هنا لا تنتمي ونفس الحالة إذا كان أصغر يعني أكس أصغر أو يساوي A حيث الأيكس أصغر أو تساوي الـ A هنا من أجهة أمثلها على خط الأعداد أعين النقطة A فقط النقطة A وهي أصغر الأيكس أصغر إذن نتجه الأصغر وين باتجاه اليسار باتجاه اليسار هذا الأصغر على اليسار وبها يساوي العبارة إذن هنا رح أخليها دائرة مضللة معناها الأي من ضمن الفترة الأي تنتمي إلى الفترة وأصغر والحالة الأخيرة إنه يكون الأيكس أصغر من أي وبدون اليساوي يعني أصغر فقط فيكون هنا العنصر أين مثله والأصغر نتجه لليسار تكون دائرة مفتوحة أي بمعنى الأي ليست ضمن الفترة هنا أنا عندي إذن أربعة أنواع أيضاً للغير منتهية اللي هي أكبر من أو يساوي A تنتجه دائماً لليمين أو أكبر من أي أيضاً تنتجه اليمين الأكبر لكنه الدائرة تكون هنا مفتوحة أو أصغر من أي نتجه اليسار أصغر من أي نتجه اليسار هنا بها يساوي فتكون الدائرة مضللة هنا بدون يساوي الدائرة مفتوحة أي العنصر أي لا يتمي إلى الفترة ترجمة نانسي قنقر